بالنسبة للموسم فلاحي السيلقار احترحت سؤال للموسم فلاحي موسم فلاحي الحمد لله بفضل هاد الامطار الاخيرة يسيروا بشكل جيد ما غنعملوش داك المحصول الاستثنائي اللي عملنا السنة اللي فت ولكن غنعملوه ان شاء الله محصول له ومهم الحاجة اللي مهمة هو انه الزراعة الرابعية في وضعية جيدة جدا زراعة دي الخضار الخاصة بالموسم يعني بالشهر المقبلة ايضا جيدة جدا هاد شي ديال البقوليات والحمص الى غير ذلك قد تكون النتائج ان شاء الله جيد مرضية واللي مهم هو انه قد تكون واحد المساهمة كبيرة ديال القطاع ديال تربية المواشي واللي بالمناسبة هو الموش غير رقم واحد في القطاع الفلاحي بمعنى غير يكون استقرار على مستوى المناصف ديال الشغل المجهود اللي عملت الحكومة من خلال البرنامج الاستعجالي اللي كان فيه واحد الجزء ديالي زاليمان كومبوزي لموجه المنتجي الحالي بالاضافة الى هاد المرحلة اللي كتسمى البريود ديال ديال هاد الهاد الشتاليجات غتعطي الحمد لله واحد الانتاج لهوا كبير على مستوى هاد المواد وغتحفظ على المساهمة ديال 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 طربيات المواشي في الناتج الداخلي الخام طبعا الزراعات الاخرى ما غديش تكون شي نسبة كبيرة توسام بلومو لانا العامل فادرنا 17% ما يمكنش تزيد فغتكون مساهمة لكن انا متأكد الموضوع ديال الفلاحة غد يكون فيه ان شاء الله يعني بشائر طيبة ان شاء الله وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة